من شبكة برامج دبت في نوحيكم بداية أسبوع سعيدة ونبدأ جولتنا الصحفية بخبر دولي من جريدة القدس مخاوف من استخدام القدافي أسلحة كيموية والبونتاجون يلوح بتدخل عسكري اتهم العقيد معمر القدافي أمسنا الخميس المحتجين الذين يسيطرون على شرق ليبيا بأنهم يتناولون حبوا مهلوسة ويخدمون مصالح تنظيم القاعدة بينما يضيق الخناق عليه باستمرار سقوط بلدات أخرى في أيدي الثوار وانشقاق الكثير من الضباط والديبلوماسيين وأشار مسؤول عسكري أمريكي بارز أمسنا الخميس إلى احتمال التدخل العسكري في ليبيا فيما أعرب ديبلوماسي ليبي مستقيل عن تخوفه من لجوء نظام العقيد معمر القذافي إلى استخدام أسلحة غير تقليدية كغاز السارين لقمع الانتفاضة الشعبية في ليبيا وقال إهاب المصمري لصحيفة تورنتور ستارا الكندية أشعر بالخوف أسمع كلاما عن أسلحة غريبة كهذا الغاز الذي استخدم في اليابان وذلك في إشارة إلى الاعتداء بغاز السارين الذي أوقع 12 قتيلا وأدى إلى تسمم الآلاف في متر طوكيو في أذار مارس 1995 مخطئون من يظنون أن معمر القذافي سيدهب إلى مزبلة التاريخ السؤال الكبير الذي يطرحه الجميع اليوم هو هل معمر القذافي يستحق أن يبقى في الحكم ربع ساعة أخرى فالرجل مجنون بالإجماع وعقله طار منه بالتمام وهو كان يتحدث قبل أيام وملابسه ممزقة ويصف شعبه بالفئران والجرذان إنه مجنون رسميا ويجب إدعه في أقرب مستشفى للأمراض العقلية شبهة الجنون كانت تطارد القذافي منذ أن وصل إلى الحكم قبل 42 سنة أي عندما كان في ريعان شباب أما اليوم فإنه أصبح حمق بوراق ويجب حجز غرفة له بضريح بي عمار في أقرب وقت يربط فيها بسلاسله ووحشيته التي تشجعه على هذا الجنون القذافي هو الرجل المجنون الوحيد الذي يحكم بلدا قد يفهم الناس أن يسير مجنون في شارع ويتعرى وقد يفهمون مجنونا يقذف الناس بالحجارة لكن أن يحكم مجنون بلدا كاملا به ملايين السكان ويقصف الشعب بالصواريخ فهذا هو الحمق بعينه القذافي ومنذ أن وصل إلى السلطة في سبتمبر 1969 بعد انقلاب سهل جدا على الملك دريسس نوسي بدعم قوين من جمال عبد الناصر يعتبر نفسه في ثورة دائمة وألف أعجوبة سماها الكتاب الأخضر وذفن شعبه بين صفحاته ثم بدد أموال النفط يمينا ويسارا وأغدق المال على تنظيمات ثورية في كل العالم ودرب عناصر الإطال البسقية والجيش السر الإيرلندي والجيش الأحمر الألماني والأولوي الحمراء الإيطالية وحركات أمريكا اللاتينية ومتمرد آسيا واعتبر نفسه زعيما عالميا لا يشق له غبار بينما شعبه يغرق في الفقر والجهل وعندما قصفته طائرة أمريكا وبريطانيا سنة 1986 باع كل شيء وارتم في إحضان ماما أمريكا واشترى براءته بأموال ضخمة أعطاها للأمريكيين والفرنسيين والإيطاليين وغيرهم وكشف أسرار كل الذين كانوا يتعاونون معه في الملف النووي الليبي بقيت المقال في الصفحة الأولى من جريدة المساء وإلى ما يجري في المغرب جريدة صباح تعنون صدر صفحتها الأولى احتجاجات التغيير تتواصل للأسبوع الثاني ومواجهة بين المتظاهرين ورجال الأمن بأغادير ومراكوش وطوق أمني بالبيضاء وإصابة عشرات محتجين بجروح متفاوتة وصل نشطاء حركة شباب 20 فبراير نهاية الأسبوع الماضي تنفيذ برنامجهم الاحتجاجي بعدد من المدن المغربية دفاعا عن لائحة مطالبهم السياسية والاجتماعية المرفوعة إلى الحكومة وعلى رأس قائمتها إقرار دستور ديمقراطي وتأهيل الفضاء السمع البصري وإطلاق دينامية الإصلاح في جهاز القضاء ومحاربة مظاهر الفساد بالإدارات العمومية وتنفيذ أوراش تشغيل العاطلين حامل شهادات العليا وخرج مئات الشباب والمواطنين منذ مساء الجمعة الماضي وإلى غاية أمس الأحد في تظاهرات بالشوارع والساحات العمومية بعضها حفظ على طابعه السلمي الذي ميز احتجاجات الأسبوع الماضي في أكثر من 53 مدينة فيما شهدت تظاهرات أخرى انفلاتات أمنية انتهت باعتقالات في صفوف مثير الشغب وإصابة عشرات المحتجين بجروح متفاوتة الخطورة من صفحة آخر ساعة لجريدة الأحداث المغربية مدينة الدخلة تلتهب بأيدي مشاغبين استغلوا شجارا بين بعض الشباب شهدت مدينة الدخلة صبيحة يوم السبت الماضي أحداث شغب قامت بها مجموعة من الشباب عقب انتهاء الصهرة الفنية التي تم تنظيمها بمناسبة مهرجان الصحراء والبحر بالقرب من فندق رجنسي الذي يوجد بقلب المدينة وقامت هذه المجموعة التي تنتمي إلى ساكنة حي الوكالة المحسوب على مخيم الوحدة الذي يقع جنوب المدينة بالعبث بالكثير من الممتلكات ببعض الأحياء حيث تم حرق العديد من السيارات التي كانت متوقفة أمام منازل هذه الأحياء مما زرع الرعب في قلوب المواطنين الذين كان جلهم يغط في نوم عميق كما يبلغ الأمر بهؤلاء المشاغبين إلى الإجهاز على بعض قرورات الغاز التي كانت مركونة أمام بعض المتاجر والعمل على تفجيرها وكانت حصيلة فجر يوم السوت في حرق ثماني سيارات وتحطيم أزيد من عشر وقد طال هذا الشغب أحياء أكسيكسات وأم التونسي ثم البراريك بالإضافة إلى حي بإرنزران وانتهاء بحي المسير واحد ليتم اعتقال حوالي خمسة عشر شخصا من المشاغبين من طرف القوات المساعدة حسب شهود عيان مع تفريق الآخرين تهديد بالموت على الطريقة المعززية واعتصامات تطال حتى السجون عاش قاطن المركب السجني بسلاحة عصبة واستنفار أمريا كبيرا على امتداد حوالي 31 ساعة على إثر احتلال واعتصام 45 معتقلا محكوما ومتهما في قضايا مكافحة الإرهاب سطح السجن المدني في غفلة من حراسه الذين يعتقدوا أنهم كانوا منهمكين في تفتيش مباغث للزناز وانطلق احتلال صور السجن من قبل عشرة معتقلين وانتشار 35 معتقلا بالسطح بعد عصر يوم الجمعة الماضي في حين كان حوالي 400 آخرين في ساحة وممرات السجن وبمجرد حدوث هذا الانفلات تحركت خيوط الهواتف ليتم تعزيز محيط المؤسسة السجنية بمختلف أنواع رجال الأمن والتحقت عائلات بعض المعتقلين تبعا والتي بات عدد منها بعين المكان فيما التحق آخرون في اليوم الموالي وترددت أنباء غير مؤكدة على أن أحد المعتقلين كان يهدد بإضرام النار في نفسه بمدة حارقة وتهديد آخرين باستعمال مشانق في حالة تعرضهم للهجوم من قبل عناصر الأمن التي استعانت بولدة محكوم بعشر سنوات سجنا والحامل للجنسية الألمانية المغربية لثنيه عن اعتصامه إلا أنه رفض الاستجابة لدعوتها كما رفض المعتصمون ليلة السبت محاورة المدير العام للمندوبية السامية للسجون لعدم التتامه بالوعود تقول جريدة العالم المعطلون يهددون بالتصعيد إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم حسب ما جاء في جريدة التجديد من المنتظر أن تعلن الحكومة غدا الثلاثاء عن العدد المحدد للمناصب المخصصة للأطر العرية وفق الاتفاق بين المجموعة المعطلة والمسؤولين عن الملف وقال مصدر عن تنصيقية الأطر العرية التي تضم 12 مجموعة إن التنصيقية ستنزل إلى الشارع يوم فاتح مارس لمعرفة العدد المحدد مهددة بتنظيم أشكال تصعيدية غير مسبوقة في حالة عدم الاستجابة لمطالب التوظيف بن عبد الله يقول الملك سينفذ البام كما ينفذ الفتاة من المنديل شن نبيل بن عبد الله الأمين العام الحزب التقدم والاشتراكية هجوما قويا على حزب الأصالة والمعصرة مؤتنبئا بقرب نهايته حيث توقع أن يكون هناك رد فعل ملكي تجاه هذا الحزب ينفذه كما ينفذ الفتاة من المنديل وأضاف بن عبد الله الذي كان يتحدث في لقاء مفتوح نظمته جمعية العلوم السياسي صباح أمس للأحد بالرباط أن حزب الهم يعيش لحظاته الأخيرة أو ما سماه بمرحلة المقاومة لضمان استمراريته لأن قيادته تدرك أن عدم تمكنها من النجاح في تحقيق الوظائف التي شرعنت بها وجودها لدى الملك خصوصا وظيفة محاصرة الخطر الإسلامي للعدالة والتنمية والعدل والإحسان سيدفعها إلى التهميش واعتبر بن عبد الله أن البام قدم صورة سيئة لدور الفاعل السياسي والعمل البرلماني وقدم نفسه كإله سياسي يفصل الخريطة السياسي على مقاصه أكثر من ذلك يضيف بن عبد الله أعطى حزب الهم شرعية كبيرة للاحتجاج خارج المؤسسات الوسيطة من خلال ما سمه بدفع حزب الهم السلوك السياسي إلى أسوأ تجلياته بهذا الخبر نأتي على نهاية جولتنا الصحافية لهذا اليوم في أمان الله